لاستهلوا جولتنا مشاهدين بإعراب رئيس اللجنة البرالنبية الكويتية منصور السرهيد عن ثقته بقدرات لعابي المنتخب الكويتي المشاركين في دورة الألعاب البرالنبية باريس 2024 التي انطلقت في نسختها السابعة عشر بساحة الكونو كورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس وقال السرهيد إن الكويت تشارك فيها دور بثلاثة رياضيين بألعاب القوى في منافسات الرمي والجري هم فيصل الراجحي وظاري النصار وفيصل سرور مؤكدا أن اللاعبين مصممون بإرادتهم القوية على تحقيق الإنجازات في المحفل الرياضي الدولي ورفع اسم الكويتي عاليا